يوم النصر في العراق هو مختلف بتمام المعنى عن بقية الأيام لأنه يمثل موعد ولادة جديدة للعراق بعد النصر الكبير الذي تمكن العراقيون من تحقيقه عبر شجاعتهم على تنظيم داعش الإرهابي العمليات الأمنية لا تزال مستمرة رغم أعلان النصر قبل نحو عامين فقد أعلنت خلية العلام الأبني تفتيش 17 قرية والقبض على 19 مطلوبا بمناطق متفرقة خلال عملية إرادة النصر السابعة وقالت الخلية في بيان أن القوات الأمنية وبأشراف قيادة العملية المشتركة وبإسناد جوي مستمرة بفعاليتها في المرحلة السابعة لعملية إرادة النصر مشيرة إلى أن قيادة عملية ديالة قامت بتفتيش وتطهير 17 قرية ومنطقة ضمن قاطع المسئولية كما تمكنت من العثور على وكرين للإرهابيين في منطقة عيشة وأضافت إن قيادة عمليات صلاح الدين عثرت على 50 قنبرات هاون عيار 120 مل وعلى نفق وأربعة مواضع تستخدم للرصد وعملت على تفجيرها فضلا على العثور على ثلاثة أوكر تم تفجيرها أيضا ومينت إن قيادة عمليات سام الراء فجرت قوتها عبوتين ناسفتين تحت السيطرة من جانبها فقد تمكنت قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كاركو من العثور على أربعة أنفاق وحزمين ناسفين وفتشت 63 قرية كما وعثرت على 119 عبوة ناسفة وألقت القبض على 19 مطلوبا وعثرت على 26 قنبرات هاون وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا وبالعودة إلى ما سبق فإن مراقبون يرون أن النصر سيكتمل في العراق عندما تتحقق الأهداف الكبرى لكافة العراقيين من تحقيق الأمن والاستقرار والحياة الكريمة والقضاء على اخطبوط الفساد